يا مسائل هنا ومسائل السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية كل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم يارب يعود علينا وعليكم الأيام كلها بخير وتكونوا بصحة وسعادة نهاردة بإذن الله أول يوم في الحلقات معانا إن شاء الله بإذن الله هنعمل لحضراتكم برنامج جديد زي ما اتفقنا أو زي ما وعدنا مع حضراتكم إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع حضراتكم الفراخ المحشية وهنعمل الأكلة الفرعونية اللي دايما نعطول على صفرة رمضان موجودة المحاشي الكوسة والفلفل والبتنجان وورق العنب والكرومب عملنا مع حضراتكم الكرومب وورق العنب وهناخد نفذة سريع عليها وأولا نبدأ بالفراخ معانا عدد فرختين حجم متوسط كيلو نص نقعناهم في المحلول بتاعهم مع علاقة سكر مع علاقة ملح كباية من الخل ميا كتير نص ساعة بالزبت تاخد الزفرة بتاع الفراخ وتطلع معايا بيضة ميا ميا بعد كده عملنا الفرسة بتاعتها وهي عبارة عن بصلة بسم الله هناخد بصلة هلم المطبخ بتاعنا في حاجات بسيطة عشان ما يكون شعائق كبير قوي وإحنا صايمين نبدأ مع علاقة من الزيت والسامن بسم الله ننزل بالبصلة بعد كده عامل ناقع حوالي كباية من الرز المصري ناقع حوالي عشر دقايق وبالما البصلة تاخد الريحة بتاعتها حاجة بسيطة خالص أبدأ أعمل تركة جميلة في الفراخ بتاعتي الفراخ بتاعتي منظفينها كويس وزي ما اتفقنا في المحلول بتاعها لازم تقعد نصف ساعة وربع ساعة في المحلول بتاعها معلقة السكر ومعلقة الملح والخل بتاعها وبعد كده ننزل بشوية من الملح وسنا من الفلفل الأصمر في الفرخة من جوة تدبيلة تدبيلة كويسة تطلع معاكم جميلة نعملها تركة حلوة جدا للعزمات لأي حاجة نبدأ من الفرخة من جوة كلها بالفلفل الأصمر والملح نفس التكرال في الفرخة التانية شوية من الملح بعد كده الفلفل الأصمر بسم الله بعد كده أبدأ هتدبيلها من جوة تدبيلة كاملة نزلنا بالبصلة هننزل بكباية من الرز كباية من الرز منقوعة وننزل واحد عدد من الجزر المبشور شوية من الخضرة البقدونس الشبت الكسبرة أي خضرة تحبوها ننزل بيها الرز منقوعة طبعا ما بياخدش حاجة كتيرة نبدأ ننشف فيه شوية وننزل بالسبع توابل الجمال حبيان الفلفل الأصمر عليها مع الخلطة الجميلة عايزين تحطوا لحمة مفرومة مع الرز ما فيش مشاكل عايزين تحطوا كبد وقوانس برضو ما فيش أي مشاكل بعد كده أحط شوية ملح بتابل للرز بتاعي ومية يكون مجهزة بتغلي متضاف عليها بصلة وجزرة وقرنفلفل ومتضاف عليها حبهان ورق اللوري الريحة الجميلة بقى في روايح رمضان الجميلة نعمل تركة أو نعمل صفرة بيكون اقتصادية 100% وفي نفس التوقيت تليل عزمات فرشة كبيرة في صفرة أكلة بسيطة مصرية إن شاء الله هتلاقوها على طول بعد ما عملنا الرز بتاعنا هنبدأ نجهز وجهزنا الفرش بتاعتنا تعالوا بقى نحشي على طول هيقعد حوالي 5 دقيقة نرب الزب تبلنا ولفلفل أصمر قبل ما نعملها نعمل الفرسة بتاعة الشاوي الخلطة بتاعة الشاوي الجميلة اللي هدخلها الفرن لو عايزين حضراتكم تدخلوها الفرن زي ما هي كده ما فيش أي مشاكل عايزين تحطوها في نسلقها في الشربة ونستفاد بالشربة بتاعتها زي ما هنشوفها الوقتي برضو بيبقى أحلى وأجمل نبدأ نعمل الفرسة بتاعتها وعبارة عن اتنين عدد من الصلصة معلقتين من الصلصة وعصير برطقان الملح واتنين فص من التوم واحد عدد من الفلفل وكوباية خل مضربين في الخلاط ومصفيهم تصفية كاملة حطينا البرطقان حطينا الصلصة حطينا والمقدير الفراخ قدام حضراتكم على طول على الشاشة بعد كده نقلب ونضيف التوابل بعد ما ضفنا الصلصة وضفنا عصير البرطقان وضفنا الخل والبصل والتوم مضربين في الخلاط دبس الرمان لو موجود بيبقى يدي طعم جميل جدا خلطة مشاوة كاملة بالنسبة للفرن أو للشوايات دي خلطة بتنفع لكل حاجة بيبقى طعمها جميل جدا احكينا على جام بعد كده اجيب الرز بتاعي بعد ما شوحت شوية على الفرن على النار بالجزر والبصل والفلفل والخضرة الجميلة نبدأ نحشي الفراخ بتاعتنا معلقة محمد بعد ذلك نحشي الفراخ بسم الله والمقدير قدام حضراتكم على الشاشة كاملة ونضغط هناخد حوالي تلتين تلتين الفراخ ما نحشيش حشو كامل ما نحشيش حشو كامل تلتين الفراخ زي ما احنا شايفين اهو واضغط عليها بعد كده اكت في الفراخ بتاعتي عشان انا هنزلها شربة واضغط من الرز او الحشوة بتاعتي لحد الحوصلة بعد كده نبدأ نكتفها بسم الله ادي واحدة ايه بعد كده ناخد الرجل عكس التانية تتكتف الفرخة بتاعتنا عشان هنزلها شربة قبل ما كتفها عشان ما انساش الكبدة او نصب تاعة الفرخة والكبدة انا نزلها في الرز مع الرز اهو وهي نية هتقعد حوالي تلت ساعة بالضبط على النار على الشربة عشان استفاد بالشربة بتاعتي عشان اعمل بيها احلى محاش النهاردة ليها بسم الله زي ما انشايفين اهو كتفنا الفرخة واد الكبدة بعد كده باخد الجناح بتاعي من هنا من عند الفرخة اهو وقتني عكس الفرخة واحدة زي اد واحدة ايه عكس التانية عشان تطلع معانا حاجة جميلة بنفس التركة او بنفس الطريقة الفرخة متكتفة على الشربة بتاعت على طول الشربة بتغلي لازم المية يكون بتغلي جامد وانزل بالفرخة من غير ولا سلبر ولا اي حاجة لو عايزة حضرتك تخطها في الفرن وعندك شربة مفيش اي مشاكل تنزل بنفس الطريقة نفس التكرار الفرخة التانية يا فوزي انزل شوية الرز المتابلين عايزين تحطوا عليها الكبد والقوانص وهي كده مفيش اي مشاكل بعد كده اقفلها بالحشوة بتاعتها نزلتها خدنا تلتين بالزبط حطينا تلتين الحشو عشان الرز بتاعي ما استواش سوى كامل هيزيد بعد كده اكتف الفرخة بتاعتي عشان اطلعها بشكل او بالحاجة جميلة والطعمة بتاعها ان شاء الله بإذن الله اجيبكم جدا جدا بعد ما عملنا لها التركة الحلوة اه تكتيف اه بعد كده بالجناح واقل بعكس اه واحدة واحدة مع حضراتكم واحدة اه لو حضرتك عايزة تحشيها حشو البرغل يتنقع البرغل حوالي نص ساعة بالزبط وننزل في المية الجميلة المتبلة بال الحبانور اللوري والبصلة والفلفل وحباية الطماطم الشروع بتاعتي بيكون بيضة 100% بعد ما بطلعها حوالي من تلت ساعة بالزبط بتقع تلت ساعة معايا التصفية بتاع البصل بتاعي تصفية البصل هادي الفراخ هاي بعد ما طلعت على طول مباشر اه دم حضراتكم تلت ساعة بالزبط التستوي ولو ما كملتش الساعة بتاعها هتكمل في الفرن لانها هيعود في الفرن حوالي 10 دقايق كده تكميلها جامد بعد كده بيه الخلطة بتاعتنا فرش يا محمد الخلطة بتاعتنا اللي احنا عملناها من عصير البرتقان والخل والبصل والتوم والفلفل وال والسلسة ابدأ اعمل الفراخ هدي لها وش جميل تطلع طعمها لزيز جدا حط عليها في حماية بعد ما تطلع من الفرن زيها زي المشوية بنفس الحشوة بتاعتها وزي ما قلت لحضراتكم لو عايزين تعملوها حشوة الفراغ بالبرغل او بالفريك معلش بالفريك عايزين تعملوها بالفريك بتنقى حوالي 10 دقايق او ربع ساعة وبيتعمل نفس طريقة الرز بالزبط نفس التكرار واسيب الخلطة هدخل الفرن تاخد وش على طول وتعالا نروح للمحش الطبقة التاني بتاعنا نخلي الخلطة زي ما هي لحد ما نخلص تسوية كاملة من كذا جنب عشان ندخلها الفرن تعالوا بقى نروح للمحش بتاعتنا الجميلة بتركتها الممتازة هنعملها بطريقة حلوة وامبسطة اول حاجة هنعمل الكوسة والفلفل والبتنجان ما حضراتكم هوا هنسقيها وهنسويها قدامكم على طول بتركة حلوة جدا وجميلة عملنا الرز بتاعها حوالي ربع كيلو من الرز متضاف عليه بصلة حمرت البصلة نزلت عليها في الصين من التوم بعد كده نزلنا عصير الطماطم اتسبكت يعني نشفت المياه بتاعتها نزلت بالرز بتاعي على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها بعد ما بنشف الرز شوية في الصلصة اللي هي البصل والتوم بعد ما يتحمر شوية انزل بعصير الطماطم ينشف الحجاب بتاعتي الصلصة بعد كده انزل بالرز انشف الرز شوية كم اقطع الخضرة بتاعت الشابت والبقدونس والكسبرة والنعناع الاخضر بتابلها ويطلع معايا الرز نفس التكرار او نفس الطريقة زي ما حتش شايفين حضراتكم اهو ويكون منظفين الكوسة بتاعت ايه بنفس الطريقة منظفينها من جوة جاهزة وغسلينها غسلة كويسة لما باجي بعد ما الرز بتاعي يتسبك ويهدى بالتوابل بتاعته الجاملة السبع توابل وال نشفناه في الخلطة الجميلة بالبصل والطماطم والحاجات الجميلة ننزل نحشي بقى عندنا الكوسة حاجة اكلات فرعونية موجودة من سنين من ايام زمان ومع ذلك مستمرة معانا علشان معمولة بتركات حلوة وجميلة ومقدر الماشي قدام حضراتكم على طول وزي ما احنا شايفين نفس النظام نعمل في نفس الطريقة ده واحدة تانية يعلم الناس العرائس الجداد لسه مبتدئين في المحاشي وبنخطط نعمل شكل للكوسة بتاعته على نفس الطريق زي كده بالظبط نفس النظام هاي خط بالخط بالمقوار بتاعي اهو نعملها خطوط جميلة بشكل جميل تطلع معانا في الطبق بتاعنا هنشوفوا مع حضراتكم ان شاء الله بعد كده بعبيها بالرز نفس النظام وهعمل خلطة حلوة جدا من الصلصة والخضرة وارص المحشي بتاعي رص يكون رأسي الصباع المحشي يكون واقف على طول في الصباع في الحلة زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهو واحدة واحدة اه عملنا الفراخ المحشية بتدبيلة كويسة جدا هتطلع معانا حاجة تركية مزبوطة وقادل فلفل بتاعنا بعد ما قطعناه وحشناها تلتين بالزبط عشان الرز بتاع ما يخرجش بره خالص من الحاجة ونبدأ نعمل الخلطة الجميلة وهي عبارة عن الصلصة اللي موجودة بعد ما سبكت انا الصلصة بتاعتي خدت منها معلقتين او تلاتة بالزبط انزل بيها وانزل بالخضرة وانزل ببصلة بصلة يا فرد بصلة ترنشاط بصلة ترنشاط نعمل لها تركية بقى وريحة حلوة زي ما احنا شايفين اهو هاخد بقى شوية من الشربة الجميلة عشان اعمل المحش بتاعي وهنعمل ورق العناب احنا عملنا قبل كده بند تركيات سريعة بخلطات جميلة جدا هتعجبكم مية في المية لربوها كل سنة وانتو طيبين ودائما بالصحة والعافية وربي دائما مستمرين واللم المطبع بتاعنا سريع نبدأ سوانا محمد عبدالله ناخد شاة شربة تاني وننزل بالمحشي خلطة جميلة تدي ريحة وطعم جميل معايا بعد كده انزل بشوية من الملح وشوية من التوابل السبع توابل بسم الله وشوية من الكزبرة واقلب واسئل محشي بسم الله واحدة واحدة وما حضراتكم اديله تلتين بالزبط تلتين الشربة بعد كده هنغطيه ونسيبه حوالي تلت ساعة على النار ونخش على محشي ورقة الانب نفس التكرار نفس الطريقة محشي ورقة الانب وقادي الكرومب وقادي محشي ورقة الانب الجميل ورقة الانب طبعا موجود كتير الوقتي بنفس الرز بتاعي طازة فرش جامد بنجيبه وقادي مقدير ورقة الانب على الشاشة على طوله بنجيبه بيتسلق حوالي عشر دقيق يغير اللون بتاعه فمية ولمون نحط لمونة سليمة زي ما احنا شايفينها وبرضو كنت قيل لحضراتكم ان احنا بنخلي الملمس الناعم من تحت بعد كده بنديها شوية من الرز شوية من الرزة واطبق على الجنبين سهل جدا وبسيط بسم الله بعد كده اعملوا نظام رول ماشيين اه واحدة واحدة مع حضراتكم اه بنفس التركة وبنفس الطريقة الجميلة نعمل واحدة تاني بندي فكرات اللي عايز يعرف طريقة السلق السليمة والسلق الكرومب ان شاء الله يخش على اكلة بسيطة مصرية على يتيوب باسم الشيف ماجد فوزي حمزاوي وموجودة كل الحاجات دي اهو نفس النظام اهو واحدة تاني اعمل حضراتكم اهو وانطبق من الجنبين سهلة بعد كده بعملوا نظام الرول بضغط ولف على طول معايا ورق محش ورق العنب تاني اه بعد كده برص الرص بتاعي بنزل بالبطاطس بطاطساية واحد عدد من اللمون وقطعها ترنشاط وخليها في القعر من تحت الحلة تحت الورق العنب وبضغط ورق العنب لازم يكون مضغوط عشان يطلع معايا فورمة كويسة لف دواير دايرة عكس دايرة زي ما احنا شايفين اهو وهنسقيه نفس الطريقة ونفس التركة من الشربة الجميلة بسم الله هزود الشربة فورة العنب شوية عشان بيحتاج شربة كتير وقاسيبها برضو عن نار تلت ساعة بالزبط غطي هنسيبها تلت ساعة ومحشي الكورومبا نفس التكرار نفس الطريقة نفس اللفات عملناها مع حضراتكم قبل كده بس احنا حبينا نوريها مع الفراخ المحشية عملنا الكوسة والفلفل والبتنجان عملنا الخلطة بتاعته هي عبارة عن البصلة خمرناها نزلنا عليها في الصمن التوم نزلنا عليها حوالي أربع أربع حبيات من الطماطم بعد ما تسبكت معايا شوي أو نشي في طلمية بتاعتها سنة صغيرة دي التسبيكة بتاعتها نزلنا بكباتين أو تلت كبات الرز على حسب على حسب المحشي اللي عندنا حضراتكم بعد كده أورنا أو نظفنا المحشي بتاعنا وزبطناه وغسلناه غسلة نظيفة ما يتغسلش إلا بعد ما نقور المحشي لأنه عشان ما يجلتش معانا أو ما يخدش فترة كبيرة في الوقت ويطلع ريان طعمه جميل وسريع جدا بعد ما تبلنا الرز بالتوابل والخضرة الشابة والبقدونس والكسبرة في الرز بتاعنا وعملنا الفراخ وعملنا محشي ورق العنب إن شاء الله نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف الحلوة معانا نعمل إليه فاصلوا نعج ورجعنا مع حضراتكم بعد ما عملنا الفراخ المحشية بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وعملنا المحشي كوسة الفلفل والبتنجان كمعلوبات أو نبازات عملنا المحشي مع حضراتكم قبل كده لكن حبينا إن احنا نعمل نبازات في الصفرة بتاعتنا الجميلة عشان يكون معانا على طول مستمرين وتعالوا بقى نعمل نهاردة طاج الملوخية بس بطريقة جميلة جدا ملوخية بالطماطم أو الخلط الصلصة بطريقة جميلة وطعمة لذيذ جدا وبيبقى فيها غيزة كتير أول حاجة معايا فاصل من التوم بعد ما نزلنا بمعلقة سم حمرناه ونزلنا عليه بواحد عدد من حبات الطماطم مضروبة في الخلاط زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو سبكناها نشفنا المياه بتاعتها خالص بعد كده ننزل بالشربة ننزل بالشربة بسم الله أحلى حاجة في الملوخية الشربة بتاعتها لازم يكون دسمة فعشان كده دسمناها على طول من الأول خالص بالصلصة الملوخية الحامرة بيقولوا عليها الملوخية الحامرة أو الملوخية بالدامعة زي ما تسموها بس بيبقى غنية جميلة ولزيزة جدا جدا بيبقى طعمة حلوة بتنفع مع الملوخية النشفة كمان بيبقى طعمة ألاز بعد منزلنا بالشربة بننزل بالشربة أقل من نص كيل معايا نص كيل من الملوخية بالزاب بعد كده هننزل بعد منزلنا بالشربة ننزل بالملوخية على طول تاخد غلوة بسيطة واحدة بس عشان نعمل لها تركة التون بتاعها الجميل الطاشة الحلوة المصرية ونقلب ده تقلبتين كده جمال خفاف هتاخد غلوة واحدة بالزبط سهلة جدا وبسيطة بس الريحة بتاعتها يكون ريحة ان شاء الله هتعجبكم مية في المية بالصلصة وحط سنة ملح خفيف بسم الله حاجة بسيطة من الملح ويكون مجهز خمس فصوص من التوم خمس فصوص من التوم هنعمل لوقته قدام حضراتكم على طول أول ما تغلي معانا الملوخية والحلوة بتاعنا ان شاء الله هيكون كنافة الفنجال كنافة الفنجال هنعملها برضو على طول مع حضراتكم عملنا المحشي بنفس التركات المصرية الجميلة بيستو قدام حضراتكم بالريحة والطعم الجميل تلتين بالضبط سعنات تلتين الشربة بتاعتنا عشان يطلع الحاجة التركة بتاعتها بيبقى مظبوطة مية في المية ومحشي ورق العنب نفس التكرار ومحشي الكرومب هنطلعوا معانا في الصفرة بدأت أول ما تبدأ تغلي معايا ننزل قالوا سلام عليكم قالوا سلام عليكم سلام عليكم يا مرحب مرحب يا حجة مرحب الله يحفظك تسلم يا ست الكل تسلم تسلم يا ست الكل تسلم والله انت اللي عسل يا حجة كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة Ook oui d'... ربنا يزيدك تسلم انت Batterسو السويّا اللهم امين يا ست الكل تسلميه لي تسلم يا ربي يا حبيبي تسلم يا ست الكل تسلم تسلم عندك اي سؤال? تسلم يا ست الكل تسلم تسلم يا ست الكل قالوا سلام عليكم عم ضاحي قالوا سلام عليكم مرحب يا عم ضاحي مرحب الله يحفظك يا عم ضاحي الله يبركلك كل سنة وانت طيب عندك اي سؤال يا عم ضاحي تسلم يا عم ضاحي الله يحفظك وربنا يزيدك تسلم تسلم كل سنة وانت طيب عندك اي سؤال تسلم لربنا يزيدك يا عم ضاحي ربنا يبركلي فيك يا رب ويزيدك ربنا يحفظك تسلم لي كل سنة وانت طيب نزلنا بمعلاقة من السم بعد كده خمس فصوص من التوم بعد كده هننزل بالكزبرة الناشفة بتدي ريحة وتركة جميلة معروفة اصلا في طشرة الملوخية الجميلة المصرية ونقلب شوية نخليها تتحمس شوية بعد كده هنخش على الحلو بعد ما نعمل التركة او طشرة الملوخية الجميلة بسم الله تطلع احلى طعم قالوا سلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كل سنة وانت طيب يا ربنا يحفظك ويزيدك يا رب وبركلك في اولادك تسلم تسلم ان شاء الله هتعجبكم مية في مية بتركة حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم قالوا سلام عليكم استاذ وليد مرحب يا استاذ وليد مرحب وانت بحضرتك بكمال الصحة والعافية يا رب انا كنت اتطلعت من حضرتك المرة اللي فاتت ان المساعدة ان انا محتاج مساعدة على عينينا سيب رقم تليفونك على عينينا يا غالي على عينينا تحت امراء ان شاء الله بذن الله حد يتواصل معاك سيب رقم تليفونك في الكنترول يا سودالي شرفتنا يا فنة وادي الطشة الجميلة يا سودالي ده شكرا لاتصلك يا فنة وادي بسم الله بسم الله طشة الملوخية المصرية بالريح اللي هي اللهم ايني صايم تطلع على الفطار عطول قبل الفطار بعشر ده الطشة دي تيجي وتعزموا جرانكم اي حد محتاج اي حاجة يعملوا هالو البسمة او الصدقة في شهر رمضان بيبقى جميلة اوي 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 بالذات اللي جراننا واهلينا واحبابنا اي حد يحتاج حاجة ادو هالو حتى لو كلمة طيبة بتطلع معانا زي الفل ان شاء الله وربنا يعود علينا وعليكم الايام كل يا بخير معانا نص كيلو نخش على الحلو بتاعنا وبال من المحاشد استوي والفراغ تطلع من الفرن وتشت الملوخية الجميلة طلعت تعالوا بقى نعمل الحلو بتاعنا على طول ونص كيلو من الكنافة سيدة الطعام سيدة الحلويات في رمضان هي الكنافة امو محمد سلام عليكم امو محمد سلام عليكم نقطع كنافة امو محمد زي ما انت حضرتك شايفها او ولازم يكون بدرجة حالات الله في امري يا ستي كل مرحبا معلقتين سكر بضرة محمد شكرا اتصالك وعادوا معانا معلقتين سكر بضرة عشان تمسك الكنافة بتاعتي وما تكونش سايبة وتطلع اللون بتاعها او الوش بتاعها بيلمع من السكر بضرة بعد كده نص كباية من السم لو ما فيش عند حضرتك سمني بلد يحط اي سم وول ما ادري عشيش عطلو حط اي سم لكن معلقة صغيرة واحدة بس في الشرباب بتاعها هو عبارة عن ثلاث كبايات من السكر ثلاث كبايات من الميا واحد عصير من اللمون بسيبه حقول عشر ده بالضبط يغلي معايا واطلعها بأحلى وكنافة أحلى وكنافة كويش الشرباب بتاعها هيكون بارد ما يكونش سخت كنافة اه بخلي السكر مع السمنة كله مع قلبه بعضي اهو عايزين تحشوها قشطة عايزين تحشوها مكسرات عايزين تحشوها اي حاجة الفكرة أمم معاز السلام عليكم الفكرة يا أمم معاز في في النهاردة في الفنجال الجميل سلام عليكم علكم السلام میں معاز مرحب ورع النار لو metre معاز اهو مرحب يا أمم معاز كل سنة وانت طيبة الله يحفزك تاسلام أمم معاز قالو قالو معايا حضرتك يا فنين معاك تسلم إلك علي كنافة تسلم الله خليك باشا نابدأ نعمل او زي من تشافى يا أمم معاز يعني إي عايزين الكنافة الملفوفة يعنينا حاضر الملفوفة كله في شهر رمضان هيكون عندكم كل حاجة بإذن الله على عنين بعد كده بضغط شكرا لاتصالك يا فن بضغط على الكنافة بتاعتي بعمل لها فتحة بسيطة من جوة حطيت الكيس بتاعي على الفنجال عشان أعرف أخرج على طول مع الضغط كامل بعد كده بحط أي مكسرات زي ما اتفقنا أي مكسرات عندكم تحطوها بعد كده بحط شوية من الكنافة تاني بسم الله واضغط ضغط كامل اهو مع حضراتكم على طول زي ما احنا شايفين وارفع الكيس بتاعي اهو بسم الله تطلع معايا نفس الشكل ونفس التركة الجميلة مندخلها الفرن درجة حرارة 180 قالوه سلام عليكم مادام رانيا مرحب قالوه سلام عليكم الله يحفظ الله يحفظك اي يا فندم معاك وعليكم السلام ازاي حضرتك ما شاء الله على اكلك الله ينور تسلميلي تسلميلي يا ست الكل تسلميلي مادام رانيا تسلميلي المخليلات كانت اكثر من رائعة ما شاء الله عليك تسلميلي هنعمل مخليلات النهاردة ان شاء الله يا مادام رانيا عنينا عنينا عايزين خلق سخور كده يا سي عادر يا باشا العنين حاضر يوم السبت الجاي بإذن الله معادنا سبت واربع ان شاء الله هنختار سخور يوم السبت ان شاء الله الجاي سيبها شوه كمان سيبها شوه كمان اللف شكرا لاتصالك يا فندم شكرا لاتصالك كل سنوان طيبين قالوه سلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته الزي يا حضرتك هشيف ماجد الله يحفظك يا باشا اسلاملي كل هام وحضرتك طيب وانت بكمال الصحة يا غلى ربنا يحفظك شاعبان إ частار مع حضرتك يا مرحب بيك استƯش شاعبان يا مرحب بيك يا هلا يا هلا مرحب بيك استƯش شاعبان ايه الحاجات الجميلة اللي حضرتك كل سنة انت طيب يا غلى ربنا يحفظك من زوءك والله بنحيس كده ان احنا عاlli سينا في الناه كل وي على انينا تحت امرك عم مش عام ربنا يزيدك. وربنا يحفظك تسلاملي حاجة شعبان. كل سنة انت طيب يغال عندك. اي سؤال? اتفضل. اتفضل. في ناس احيانا بتحط عليها يعني ايه زي معلقة سكر كده. ايو ايو ما عادة عشان تفضل لون الخضران بتاعها زي ما هو. يفضل اللون بتاع مخدري ما فيش اي مشاكل نص معلقة. يعني هي مثلا بتبقى لها في الطعم او حاجة معينة? لا 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 ما بتغيرش من الطعم حاجة. هو السكر ان هو بيخليه للون الملوخية يفضل ثابت زي ما هو. لكن لو حضرتك هتاكل على طول خلاص قبل المغرب بعشر دقائق اد يا باشا التاشة المصرية هتطلع معك مية في المية من غير السكر اليها حاجة. مشاكرين جدا. هلف شكر يا باشا ليكم وشكر لاتصالك يا فنم. كل سنة ان حضراتكم شايفين اهو? حطينا المكسرات. حطينا القشطة. شكلوا زي ما انتم عايزين على حسب امكانياتكم بعد كده بنضغط على الفنجال. ونطلع بال الكيس بتاعنا بيبقى سهلة جدا وبسيطة بسم الله. واحدة تانية اه? صايم ولا ايه? واحدة تانية بالقشطة بعد ما عملناها بالسمن ومعلقتين السكر خلي بالاك من الفرن خلي بالاك من ولا العنب على هوا مباشر بنساوي كل حاجة. قالوا السلام عليكم. محمد سلام عليكم. محمد سلام عليكم. زي ما انت شايف يا محمد عبط ضغطة ايه? ونحط القشطة تاعتنا. قالوا السلام عليكم. قالوا. قالوا السلام عليكم. امر يا محمد مرحبا. امر يا ستة الكل معاك انا سمعك. نضغط ضغطة بسيطة. شكرا لاتصالك فان وعد معنا لاتصال تاني. نضغط بسيطة اه. عشان القشطة. بعد كده نطلع. بالراحة خالص اه. بالقشطة الجميل اه. وتاخد حوالي. نص ساعة في الفرن. عم حطى نلع السمن. وحطنا لها السكر. وحطنا لها المكسرات بتاعتها الجميلة. هتاخد نص ساعة في الفرن بالزبط. على درجة حرارة مية وتمانين. منديل يا محمد. استاذ ايمان سلام عليكم. اسم يجد عمل ايه? ازاك يا استاذ ايمان مرحب بيك. النار بحضرتك. ازاك يا استاذ ايمان كل سنة انت طيبة. وحضرتك طيب من اولك توانا والله. ربنا يا حفزك تسلمي لتسلمي. وامرينا. الله يكال لي كنت بقى سلم على حضرتك بك. ربنا يا حفزك يا استاذ ايمان وتشكلين لاتصالك يا فنم وكل سنة انت طيبة. ودائما بالصحة والسعادة يا رب دائما. حضرتك طيب. تسلم تسلم ايه. شكرا لاتصالك يا فنم. عملنا الفراخ المحشية الجميلة. ودخلناها الفرن. الله يا محمد. دخلناها الفرن. هتاخد الوش بتاعها وتركة بتاعتها الجميلة. وعملنا الملوخية. بيت صلصة بتاعتها بيت دمعة. ملوخية بالدمعة. ملوخية بالطماطم. بطريقة حلوة جدا وممتازة. بسم الله. استاذة اميرة سلام عليكم. ايه استاذة اميرة مرحبا. مرحبا بيك تسلم ايدك بجد. الله يحفظك. الله يحفظك. تسلميلي يا غالة ربنا يحفظك ويزيدك يا رب. خالي توشها يا استاذة اميرة بالجمال والتركات الجميلة. عندك اي سؤال? تسلم ايدك يا استاذ ماجد بجد والله احنا انت مثلا الا الاعلى في الاكل. والله الله يخفزك والله انت بتحرجينا كلك زوء الله. تسلميلي يا غالة. تسلميلي ربنا يزيدك. شكرا لاتصلك يا غالة. او امرينا. بعد ازنك اشوف ماجد بس كنت اه من بعد بحب التنسيل جدا بس مش عارفة رفتين وبتجي مني. عايزة تمسيلي? عايزة تمسيلي? عايزة تمسيلي يعني عندنا هنا في المطبخ ولا تمسيلي يعني في السينما? على عينينا يا استاذة اميرة على عينينا. على عينينا بتحت امر. سيب. سيب يا باشا سيب رقمك في التليفون وعلى عينينا يا باشا ان شاء الله نستضيفك مرة معانا بازن الله تمسيلي دور المطبخ كامل. سيبت مصرية بس اهم حاجة يكون بتاع في طبخة يا? يا ميرة. شكرا لاتصلك يا فندم على عينينا تحت امرك. وادي محشي الكروم. وادي. محشي ورق العنب بالريحة والطعم الجميل المصري. اللي احنا عملناها بتركاتها حلوة. بعد ما حشينا. بعد ما عملنا الرز بالبصل. والتوم. والطماطم. وسبكنا تسبيكة كاملة. نزلنا حوالي كوبايتين من الرز. كوبايتين من الرز معانا. ولحد ما نشف معانا الرز شوية نزلنا الخضرة عليه. الفل. البقدونس. والشبت. والنعناع. والكزبرة الخضرة. التعناها تقطيع نعي مجامد. ولفينا الرز لحد ما نشف معايا وجف معايا كامل. ادنالوا التوبل بتاعت السبع التوبل الجميلة. بتفين معاها مع حضراتكم قبل كده. بالكزبرة والفلفل الاصمر والحبان وراء اللوري. طحناهم. على طول مباشر لازم يكون حصى. وحضرتك تطحناها في البيت بيبقى يد تركة او طعم. بيكون جميل جدا. بعد كده. حشناها. ادي الكروم. بسم الله. الجمال بقى. بعد ما حطينا يا عم جمال شوية زيت من فوق. على. وادي ورق السلفر استفادة بورق السلفر رانا بحطه من تحت. مع البصلة والطماطم والفلفل. لو انا حضرتك عملتي بدري. من المحاشي. عملنا بدري. لو احنا المحشي تطلع بدري. يبقى ممكن اقدر اسخنه. اسم محمد. السلام عليكم. اقدر يتسخن المحشي بتاعي بكل سهولة. ما يتهلكش. واو ما يتخرقش منه. زي ما احنا شايف. اسم محمد. السلام عليكم. ازاي. اه منور شيء. الله يحفظك اسم محمد. والله زال فل الله يحفظك تمام. الله ينور عليك. وعليك يا غالي تسلم. عندك اي سؤال? اه انا عاجة على طريقة الزلبي. طريقة الزلبي يعنينا يا باشعل عنينا تحت امرك. ويا دي الكنافة يا استاذ محمد اهو. سائناها بالعسل بتاع تلع كبات سكر تلع كبات مية. عصير اللمون. ولو عند حضرتك معلقة من العسل الكولوكوز. نحط عسل معلقة واحدة بس بالزبط. بباع النخيمات الحلواني ببقى طعمه جميلة. استاذ خالد السلام عليكم. عليكم استاذ خالد مرحب بيك يا غالي. اخبارك يا فندم. الله يحفظك يا فندم تسلم لي. وانت بكمال الصحة يا غالي ربنا يزيدك. تسلم لي يا غالي ربنا يزيدك. والله انت بتحرق ان كلك زوء يا غالي ربنا سكر نسوي. النهاردة عشان رمضان تاني يوم. وبرضو النهاردة ايه تحرق السينة. دا كل سنة وانتو طيبين. ويا رب دايما. يا رب دايما كل ايامنا اعياد يا رب. كل ايامنا يا رب اعياد. سكر نسوي. اقول حاجة يا كسر يا عشان. اتفاضل يا استاذ. اتفاضل يا استاذنا اتفاضل معك. اقول اه سينا سينا حبيبتنا. الله عليك. اديان رجعت بيتنا. ارضاها الطهر غالي علينا. كلم الله موسى نبينا. الله عزينا. في يوم ظلمت خطفت منا. ستي سينين بعدت عنا. وفي ست ساعات رجعناها في عز الظهر. الله. النصر. الله اكبر الله اكبر يا جنس مصر. الله. الطلو كرامة ضد الكسر. ودعنا الالام. وحققنا الاحلام. بيتك تاكا وتخطيط باطل حرب وسلام. من يوم ستة اكتوبر. بداية الحرب. لاربعة واشرين منه. وفي اطلاق النار. سنة تلاتة وسبعين. الله عليك. الله عليك. اشكرا شكرا جزيلا ليك. يا زيك الله كله خير. ربنا يزيدك يا رب دايما يا رب. تسلم ليه. الله عليك الله على جمال الشعب المصري. في عز اللحظات الزنقة او الضغط. لازم يكون فيه بتسامات او لازم يكون فيه امل. ظننا في ربنا خير. صايمين. كل دعواتنا للناس الكبار والناس الصغيرين. على الفطار. ربنا يفك الغمة من على الامة. نرجع تاني كل حاجات. قالوا السلام عليكم. معاليكم السلام. في كسف ماجه. اهلين يا باشا مرحبا. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بكمان الصحة يا غالي تسلم معي يا فانت. اقول برنامج تغير ولا. لا ما احنا سابت واربع. سابت واربع سابت واربع سابت واربع. سابت واربع. سابت واربع. احنا خلاص جدادنا احنا ما ان شاء الله هنزود. هنزود البرامج عشان خطيركم انتو بالزبط. والله كلنا بنتمنى من البرنامج يجي كل يوم. تسلم يا غالي تسلم. كل من زوءك والله كل من زوءك تسلميلي. شفت الكنافة عاملة ازاي اه? بص الكنافة. شفت الجمال. الله. الجمالة عايزة بقى على الفطار. بعد العشة كده ان شاء الله بعد صلاة الترويح. نقعد كده قاعدة حلوة. واستاذ محمد شكرا لاتصالك يا فندم. شكرا لاتصالك ودمك الخفيف. عزكي انا الصغير. واستاذ محمد. انا بس معاك والله. عليه السلام عليكم. عليه السلام عليكم. مرحبا اساس محمد. الله يرحمك يا شيف اخبارك. والله يا زي الفل تمام. والله انتك جميلة بنوارنا والله. تسلم يا غالي تسلم ربنا يزيدك يا اساس محمد كل سنة وانت طيب. يا رب من نجاح لنجاح يا شيف. تسلم لي يا غالي ربنا يحفظك يا غالي عندك اي سؤال? رؤية عزيزة سؤال. اتفضل يا باشا اتفضل رؤية مرحب بيها. ازايك يا رؤية? اخبارك. ازاي ازايك يا رؤية? جمال. شكرا يا حبيبي شكرا. انت عاملك كويس انت صايمة ولا لا? بيتزة. بيتزة حاضرا عاملك بيتزة على العنين على العنين على العنين. شكرا يا باشا لاتصالك يا فنم شكرا لاتصالك. الجمال والتشكيلات تشكلوا زي ما انتوا عايزين بكل ابتكاراتها وكل فنها. عسلها. بالعسل الجميل والحاجة الحلوة. هنطلع المحش ورقة الانب. خلاص كده. تلت ساعة بالزبط نسوي نصفي ورقة الانب. السلام عليكم. بالريحة الجميلة والستاذ محمد اوه زي ما احنا شايفينها الصامين والله العظيم. استاذ محمد. بس انا عايز وصفة الصينية لو سمعت. عايز وصفة ايه? الكنفة في الصينية. اينينا حاضر نفس الطريقة والستاذ محمد مع علاقة السكر بضرة اهم حاجة. ورشة ونص كبات السم ونعمل الكنافة تخليها تتغلغل كلها مع الحاجة الجميلة. عايز بولة بعد زي. بعد كده ببصمها. نص نصها بالزبط في الصينية. ابصم نص الصينية. واضغط عليها شوية بصينية تاني. بعد كده بحط الحشوة اللي انا عايزها. اشتق او مكرون. اشتق او. السلام عليكم. اشتق او اي حاجة يا استاذة. نصف ورق الانب. عشان نطلع بالجمال والدلع. قالوا سلام عليكم. شكرا لاتصالك يا فندم. شكرا لاتصالك. اعود مع انا اتصالتك. بعد كده بنبصمها وندحس نتسامن صغيرة خفيفة وندخلها الفرن على درجة حربة مية وتمانين. اهم حاجة تبصيم التبصيم يعني اضغط عليها صينية. فوق صينية يكون متوازية مع بعضيها. اضغط عليها ضغطة كاملة في الطبقة الاولى. بعدين هحط الحشوة. بعد كده هحط الطبقة التانية بتاع الكنافة. واضغط جامد عليها لازم ضغط كتير عليها. بعد كده بس ايها سنة سمن خفيف او سمن بسيطة حاجة بسيطة. وادخلها الفرن درجة حربة مية وتمانين. تسته معايا من تحت ولا عند حضرتك الشواية من فوق. شغل عليها الشواية. بعدين بقلبها على صينية تانية. وارجعها تاني في الصينية بتاعتها. واسقيها نفس العسل. تلات كبيات سكر. تلات كبيات مية. عصير اللمون. بعد كده. عصير اللمونة. لازم الشربات يكون بارد باسم الله. باسم اللي عدلع والجمال. يا عم جمال. وعايزة داع الفطار. تعمل تركة. يا رب اسطرها بقى ما يفكش مننا. زي ما انتم شايفين اهو. ادي ورق العنب التاني. بالفورمة الجميلة. والمنظر الطبيعي ان شاء الله هنعمل له بتاعه. والشكل. وهادي المحش التاني. معانا. بعد ما استوى. باختبر الاستوى بتاعه. اهو بعمل له بتست او تركة بتاعته الجميلة. بسنة صغيرة من السكينة. واخد سنة. بلاقي الكوسة بتاعت زي ما هي. لسه سليمة. مستوية سوى كامل. من غير ما تفك مني خالص. زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو. برضو. بقى اصفيها. صفيها محمد بازني. الريحة بقى والحاجات الجميلة. النعمة القصبارة مع الشبت. مع الحاجات المجففة. السبع توابل الجميلة. بسم الله. اصفي باقة الخضار بتاعي. باقة الشربة او البيون. اللي معمول من الطماطم الصلصة. النهاردة الملوخية بالطماطم. والمحش عملنا برضو. بالطماطم. بسم الله. انزل. انزل يا جميل في الساحة بقى على طول اهو. بسم الله. او على البحطر كده مننا. اضحك بقى يا محمد انت ان شاء الله هنترفض. زي ما احنا شايفين اهو ده المحش التاني. قالوا سلام عليكم. وانت بكمال الصحة يا ست الكل تسلم تسلمي. يعنينا يا ست الكل سيبي رقم تليفونك. سيبي رقم تليفونك. واحنا ان شاء الله بازن الله نتوصل معكم بازن الله واهل اهل الخير يتوصلوا في الحياة دي بازن الله. ان شاء الله على عينينا يا ست الكل على عينينا. كل سنة وانتو طيبين يا رب ودايما بالصحة والسعادة يا رب دايما وما حدش يحوك حياة خالص. هنبدأ نشكل. كنا نعمل المخللات. نعم المخللات حاجة سرع. المخللات. المخلل بتاعي سهل جدا. ازا كان الجزر او الجزر او الخيار او الصمرة الارنبيت او اللفت او الحياة ديت. هي التويل بتاعته كلها موحدة معنا. اللي بيتغير معهم اللون. اللي بتغير اللون. الخيار كيلو الخيار بياخد خمس فصوص من التوم. خمس فصوص من التوم. كوباية من الخل. معلقة من الكمون. معلقتين من الملح. معلقة من الشطة على حسب اللي اختياري. وبنزل في شوية مية بتغلي. لازم مية يكون بتغلي جامد. مية يكون بتغلي. واستاذ سيد سلام عليكم. يا له سلام عليكم. لا واستاذ سيد مرحبا. مرحب بيك يا استاذ ماني. الله يحفظك. امورنا باشا. امور الله واحد. الله انا كان عندي مشكلة كده بنتي يا حاجة عملية. عينينا يا حاجة سيد على عنينا تحت امرك. سيب رقم تليفونك في في الكنترول على عنينا. على عنينا يا رب كده يجب معكم على الاهل الخير يا رب. ويتواصل معكم ان شاء الله. على عنينا على عنينا يا سيد سيد. العمل الخير في رمضان بيبقى عمل خير جميل وان شاء الله اهل الخير يتواصلوا ويعملوا مع الناس لكل الناس اللي محتاجة. الناس في الزنقة لازم ندخلهم حتى لو بسمة بسيطة بيكون جميلة. بيكون جميلة في شهر مفترج. بشعر مفترج شكلوا الصفر بتاعكم على قد ما تقدروا. بالتشكيلات الجميلة الورديات الحلوة. بازرة خيارة طماطماية. نشكل زي ما احنا عايزين. شكل الجميل طماطم. ايه الخيار تاني? عشان كتير بيسأل على المخللات المخللات في رمضان محبوبة جدا جدا. كب. السلام عليكم. ازاك يا شيء? ازاك يا مرحب بيك? انا والله بحب برنامجك او. تسلم يا غيلة ربنا يحفظك. ربنا يحفظك سبت واربع ان شاء الله على عينينا. لو عندك اي اكلات او اي حاجة تأمرين. والله بشكرك كل عالك بيحبك والله. تسلمين يا ربنا يحفظك يا غيلة ربنا يزيدك. ربنا يبريك فيك يا رب. احباك اللازل يا حبابتانا فيه. شكرا لك يا فنم شكرا لك. تب ما لسه ما ادري. ده عادينا احنا كده كده مش هنفتر. احنا نفتر رؤية. عنب. بطريقة سهلة جدا عشان ورق العنب يطلع معانا اليمندل طازة و جميل. بيطلع على طول خمس دقايب الضبط على النار بتغلي. نار يكون بتغلي. ننزل بورق العنب يغير اللون بتاعه. بنعمل له نفس التركة بتاع المحشي نفس الرز. ويطلع معانا ورق عنب بنفس الستايل او بنفس الطريقة الجميلة. بالواحدة ايه? زي ما انتم شايفين حضراتكم ايه? والمقدرة تنزل تاني على الشاشة ايه? زي الفل. زي الفل. وعملنا الملوخية بالصلصة. وعملنا الفراخ الجميلة المحشية. عايزين تحشوها افريك? احشوها. عايزين تحشوها لحمة مفرومة او كبده كبده اوانس احشوها. عملنا نفس التركة بتطلع عايزين تدخلوها فرن زي ما هي كده تخش بنفس الطريقة او بنفس التركة بنكتفها وبنعملها ودي ورق العنب الجميل. بنغير في صفرتنا رمضان بيحب اللمة ورمضان بيحب الفطار الجميل بخطواته الجميلة بلمساته الصحرية لمساته المصرية. يا رب يعود علينا وعليكم كل الايام بخير ودايما بالصحة والسعادة ان شاء الله معدنا سبت واربع سبت واربع على الساعة 12 على قناة الصحة والجمال او عتروحوا كده ولا كده وان شاء الله معكم متابعينكم باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة